ميضلة؟ أليس هناك ميضلة عندما يهبط؟ لا محظن غانم إنه يتجه إلى الشارع الرئيسي بسرعة من جديد سبيحة أطنوب المساعدة سأتصل بالإدفاعي ثانا صاروخ خارج عن السيطرة يتجه إلى الشارع الرئيسي أجيب يا سامي هناك صاروخ يتجه إلى الشارع الرئيسي هذا ليس تدريباً لا تطلق الصاروخ قبل أن نعود يا فتحي من الجيد أننا تدربنا على هذا صحيح؟ نعم لكن من أين جاء هذا الصاروخ الثاني سابين؟ من الفضاء الخارجي؟ هذا الصاروخ يحمل اسم محسم غانم عليه أوه لا ما تجري ما حسن رأيت ماذا فعلت يا للعجم ما هذا؟ أيمن جاهز خرطيما الماء أماني أبعد الجميع حسنا سامي ليتراجع الجميع لطفاً فقد يكون الصاروخ خطيراً آه هذا هو صاروخك إذن يا محسن؟ لا نعم كانت مجرد حادثة حسناً لكن علي أن أعلم كيف صنعت صاروخك هل هو مصنوع من موادك خطيرة؟ لا أذكر أبداً لم أنجز إلا ما كتب هناه وأضفت المزيد من كل شيء أمتأكد من أنك لم تضع شيئاً آخر فيه؟ وضعت تلك المواد فقط الكثير منها إنه مجرد صاروخ بسيط كل ما في الأمر أنه كبير أعتقد أن كل شيء سيكون بخير أنا آسف ظننت أنني أستطيع صنع صاروخي رائعاً كصاروخي فتحي فتحي أمضى سنوات يتعلم كل شيء عن الصواريخ وكيفية صنعها ليس شيء أن تتعلمه في يوم واحد أعرف يا سامي وقد أفسدت الآن إطلاق صاروخي فتحي أيضاً ليس تماماً عندما نتأكد من سلامة المتجر سيكون هناك وقت لنتجه إلى الجرف أشكركم على حضوركم لرؤية صاروخي وأشكر فرقة الإطفاء على وجودها هنا وحرصها على سلامة الجميع في مدينة الأحلام العفو لذا كل ما تبقى لي لأقوله خمسة أربعة ثلاثة ثلاثة واحد محسن غانم علقة في البير حسناً هناك صبيون في البير المجاور لطريق الوادي بسرعة يا سامي ربما ينقصه الطعام لن نستخدم السلمة للنزول إلى البئر لا يزال في أعلى برج التدريب وإحضاره سيستغرق وقتاً إذن عليك الإنزلاق لأسفل البئر يا سامي حظاً طيباً خذ يا محسن كي تحافظ على قوتك آه شكراً يا أمي مكادوا نصل يا أماني إنه سامي لقد جاء أخرج يا سامي قل إنك ستفعل بالطبع سأفعل يا ليلا حسناً يا أماني أربط الحبلة إلى تلك اللافتة وأنا سأتفقد محسن حسناً يا محسن اهدأ سأنزلق إلى أسفل البئر حتى أخرجك حسناً يا سامي كن حذراً سامي أوه أليس شجاعة آه لقد أوقعت كل نقودي لا تبالي بذلك يا محسن محسن ما الذي أنزلك إلى البئر؟ آسف يا أمي لم أستطع الانتظار حتى يوم ميلادي لأشتري لوحة زلج سمعت أن البئر مليئة بالنقود ففكرت في استخدامها للشراء واحد أوه أنت عديم الصبر يا محسن غانم أعلم آسف كل ما في الأمر أنني أحببت لوحة زلجي ولهذا اشتريت لك هذا شكراً يا تامير ولكن محسن هناك شرط واحد اللعب ممنوع وخصوصاً التزلج داخل متجار أمك لن أفعل أعدك يمكنك فعل ذلك يا أيمن هيا تشجع أنا أتعلق وأمثر إلى الأرض سأهبط بالطول وبالأرض أهداً أحسنت صرعاً يا أيمن بقي شخص واحد عليه الانزلاق كلب ينزلق هذا لا يصدق ليس شمشوم وإنما أن أنا؟ في الأعلى لقد قلت إن هذا جوهري لرجل الإطفاء العصري مذهل رائع رائع للتزحلق أرايتم؟ أخبرتكم أن هذا سيكون ممتعاً سامي أعده في وقت سابق حتى يسليكم سأكون الأولى أريد أن أكون الأول رجاء اسمح لي أنا أنا الحقيقة سامي كان ليرينا كيف نفعل ذلك أولاً لو كان هنا حقاً؟ بالتأكيد قائد الروادي الجيد ينطلق أولاً دائماً أنت لست حائفاً أليس كذلك؟ إن كنت حائفاً فأنا أستطيع أن أكون الأول وأكون القائد لا محسن سأفعل ذلك إهدأ يا تامر أنت لا تخاف المرتفعات يمكنك فعل هذا يا فتاة يجب أن لا أخذي للأطفال فقط صلت لك الأمان أسناً؟ ها أنا ذا واحد اثنان ثلاثة النجدة لقد علقت أنزلوني هذه فعلتك وغلقتك أنت يا محسن سأهرأ إلى مركز الإنقاذ الجبلي وأخبر فهد وهو سيتصل بالإطفاء سامي تمسك يا تامر سأحضر لك المساعدة فهد فهد لا من الأفضل أن أحاول الاتصال وطلب المساعدة مرحباً مرحباً الإطفاء سامي الإطفاء سامي من هذا؟ أنا محسن غانم محسن غانم ماذا فعلت الآن يا صغير؟ تامر في ورطة كبيرة في مركز الإنقاذ الجبلي هنا ماذا؟ تامر في ورطة؟ حسناً نحن قادمون لا أستطيع التمسك أكثر لقد اتصلت بالإطفاء سامي وهو قادم حسناً يا تامر أفتت يديك وسيكون هبوطك آمناً مذهش كان ذلك مذهشاً جداً هل أنت بخير يا تامر؟ أظن ذلك شقلبة ثلاثية رائعة ما أروع فعل ذلك ألم يكن تامر لامعاً؟ ما رأيك بهذا يا محسن؟ أنا آسف لأنني شككت فيك يا تامر أردت فقط أن أكون قائدة هذه الرحلة و لكن أكتات قادتنا إلى الاتجاه الخاطئ غريب وصلنا إلى هنا دون مشاكل آسفة سامي سنكون في المركز الأخير السباق لم ينتهي بعد يا ليلى ومن يعلم ماذا سيحدث؟ لا أستطيع المشي كما يجب علينا أن نعود ماذا؟ ونخسر؟ أخبرت كيافات أريد اسمي فوق تلك الكأس ما الأمر؟ قدمي أنا أتألم لا أستطيع فك الحبل علينا أن نصرخ ليساعدونا انجذر 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 إنه صوت ولدي محسن انجذر الصوت قادم من هناك ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير في متجر صغير محسن هل أنت بخير؟ أصدت في قدمي وهي تؤلمني هل أضعت ما الطريق؟ هذا ليس صحيحاً تماماً حسناً إن لم تضيع محسن غانم كنت تغش كنت تغش صحيح؟ أجل أجل يا أمي لا أستطيع فك هذا وليس معنا أي هاتف يا ليلة يجب أن نعود جرياً سيستغرق هذا أسابيعاً كثيراً ليس وأنا في هذا المزاج السيء هيا سامي ستجد الكثير في متجر الصغير ستجد الكثير في متجر الصغير ستجد الكثير قمية قشاش المفروض أن يصلوا أن نراهم هنا قريباً إنهما أيمن وفتحش يديهما وشرفاً صارع وفارس ماذا؟ سامي وليلا؟ إنما كنت مخطئاً فهم متقاربون جداً سيتهي سمقوا بالتعادل ما لن؟ لا 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 أصطق سامي وليلا ألد سباك السيخان الثلاث يلا الروع لقى المجاح يلا هو من سباك الجميل أحسنتما أحسنتما اقبلا هذا الكأس مني يمكن للكأس أن تنتظر يا سيدي لدينا حالة طارئة في المستنقع ماذا؟ محسن لواء كاحلة سأجعل فهد يقابلكما هناك حسناً يا محسن ستذهب معنا في جولة قصيرة شكراً يا سامي هذا ليس عدلاً محسن يا غش ومع ذلك يركب مروحية رائعة مهلاً اركبي يا فاتن هاي آه رائع كنت محقاً يا محسن قلت شكراً لكم أمضيت وقتاً في التخطيط له ويشرفني القول أبي أبي ثومة الأسميدة لا تقاطعيني فاتن يشرفني القول إن كل عمل الجات هو أبي انظر إنها تحترق أنا لا أفضطق هذا اتصلوا بالإطفاء يسامي الأسميدة تحترق في منزل فتحي ليس هناك أحد إلا أنا وأنت الآخران ذهبا إلى عرض الورود نحن ذاهبان إلى هناك أيضاً هيا تراجعوا جميعاً اتركوا الأمر للمحترفين نتقسامي وأماني في طريق إما إلينا هذا هو قلمان شكراً جزيلاً لكم يا سامي وأماني لم أكن أعلم أن كومة الأسمدة ستكون خطرة لهذا نصحت فتحي بتقليبها دائماً حتى تبرد فتحي؟ نعم صحيح فاتن ظلت تذكرني ولم أستمع كنت أظن أني أعرف ما أفعله للأسف لكن كيف بدأ الحريق واحدة؟ عندما أخرج فتح الكوسة خلف فجوة الأسمدة كانت حارة جداً أصلاً وعندما دخل الهواء الفجوة تسبب بالحريق أه أعتذر من الجميع أردت لهذا العرض أن يكون ناجحاً والآن أفسدت كل شيء لا أبي لم تفعل آه ابنتي لا بعض الماء يبدو هادئاً ولكن من السهل الإنجرف عميقاً في البحر لم نكن حذرين سأتصل بالإطفاء يسامي أحسنت يا ميش ميش وداعاً يا شطيرتي آه فارس ومحسنت أهاني في البحر بلغنا أن صبيين مفقودان في البحر يبدو أنه عمل المروحيات من المستحسن أن يخرج فات في مروحيته حالاً يا سيدي دعي الأمر لي سامي يمكنك القدوم يا ميش ميش لابد أن ساميحة تتساءل عن مكانك الآن أنا القطان وقراري أن نجدف نحو الشاطئ لكننا لا نعلم أين هو الشاطئ رقم أبحرنا بعيداً عن اليابسة أوه أمل أن يكون بخير إن كان في البحر سيجده ما سامي ليس لدينا طعام ولا ماء ماذا سنفعل بهذه الورطة يا فارس؟ رجاءاً اهدئ يا محسن لابد أنهم يبحثون عنه لكن المحيط مكان كبير جداً وسنكون أشبه بأبرة في كومة قش كبيرة ها؟ هاي؟ 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 نحن هنا نحن هنا هاي؟ 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 أخبار رائعة سامي لقد رأيتهما لا أعرف كيف وصلا إلى هنا سننضم إليك قريبا شكرا يا فهد انتهى أنا آسف يا سامي نمنع في القارب وكيف سأنزل إذن الآن؟ سأخبروا لي أن تطلب المساعدة اوه شادي حمدا لله اوه ظلنت أنني لن أرى اليابسة مجددا انتبه شوف تستطيعوا فينا اوه الله عجلة قيادة حطمت لا أستطيع التحكم العجلة لن تعمل شادي ماذا عن دفتك تلك؟ اوه لا لا تزال هناك على الشاطئ كلنا ننجرف في البحر اوه لا أحتمل هذا مطلقا هناك حل واحد فقط سأتصل بالإطفائي سامي مشكلة في البحر اوه رسالة أخرى يا للهول لماذا كل هذا؟ محسن وليلى وشادي ينجرفون في الخليج اوه انتظراه ورئيس قسم الإطفاء عالق فوق منزل فتحي عجبا أنت سأل وان كان سيقلع بطائرته أنا وأماني سنأخذ فينس وننقذ من في البحر أيمن خذ جوبيتر واذهب إلى منزل فتحي حاضر سامي أستطيع رؤيتهم هيا بنا أخيرا إنهم أماني وسامي سأتولى أمر الزورق يا أماني وأنا سوف أسحب قارب شادي محسن ارمي لي حبلا وسأربط الزورق بقارب شادي حسنا يا سامي وأنا سأربط قاربك بقاربي سنكون عند الشاطئ قريبا أنا في شوق لأضع قدمي فوق اليابسة لا تقلق سيدي سوف أمزلك بسرعة لا 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 سوف أثبتها سيدي هل أنت بخير؟ طبعا أنا بخير أنا بخير مجرد روتين يومي أختبر الطائرة الورقية أتريد مني أن أخذ هذه إلى ابن أخيك؟ بتأكيد لا إنها لي لا شيء يدعو إلى الخجل يا سيدي مش مش محاصر في قبو مليء بالماء؟ وفتحي معه هناك أيضا؟ أخرجني من هنا وسنذهب لإنقاذي على الفأول يبدو أن القفلة عطل أماني محقا لا أستطيع تحريكه أيضا لكني سأستخدم الفأس لا 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 تقلقوا علي اذهبوا وأنقذوا فتحي سلامة الناس أولا هيا تعرخوا بالسرعة إن كنت متأكدا يا سيدي فهيا إذن لنذهب أمنوا أفتقي آمل أن يكون فتحي بخير أحساج إليه لكي يغني معي لا تقلق يا أيمن أنا متأكد أنه سيكون بخير اتبعاني حسن إنه في الداخل صحيح؟ فتحي أريد منك أن تتراجع إلى الخلف أنت ومشمش لأنني سأحطم الباب بفأسي فهمت يا سامي اقفز هنا يا مشمش لكي تبقى جافا يجب أن نغلق صنبور الماء أو نجهز المطقة أولا كل شيء في وقته أول شيء هو ضمان سلامة فتحي ومشمش فتحي هل أنت بعيد عن الباب الآن؟ أجل سامي أمسك ذراعي يا فتحي أوه أنت سامي أوه مشمش أنت بأمان بقيت هادئا تماما وفعلت كل شيء على حدة أوه ليتني فعلت ذلك ما كنت تورط في هذه الفوضى لا تقلق على الأقل أنت بأمان نعم شكرا جزيلا لك يا سامي هيا فتحي لنذهب ونغني أغنيتنا مهلا يا أيمن كل شيء في وقته أليس كذلك؟ نعم كان علي أن أغلق مفتاح الماء الرئيسي أيمن سيساعدني لإحضار المضخة وضخ الماء إلى الخارج وأنا سأذهب لإخراج السيدة العجوز من الخزانة وبعدها سنلتقي عند رصيف الميناء لنستمع إلى أغنية أيمن وفتحي نحن نتراشق انتبه آه كنت أذهسهما أتسأل إن كانت الحالة الطارئة متصلة بهذين الخارفين ألديك فكرة عن مكان فاتن ومحسن؟ قالت فاتن إنه ما في الحقول شمشوم يريد مننا أن نتبعه سأخذ سيارة الإصعاب ربما تأذيها و أي اه أه عنا الجزامي تلك شاحنة فتحي أحسنت صدعا يا شمشو لقد فعلتها فتحي هل أنت بخير؟ أنا بخير هنا لا أستطيع الخروج فقط باب مقعد الراكب عالق أوه فتحي حسنا تراجعوا جميعا إلى الخلق أماني مدي خلطوم الماء حول مقدمة الشاحنة في حال احترق شيء سنضطر لخلع الباب لمحررك يا فتحي أماني أحضر أداة الخلع كيف حدث هذا؟ هنا لابد أن السبب هو خروفان هاربان نعم كنت أحاول جمعهما في حذرتهما بشمشوم صحيح؟ أخبرتك أنه ليس كالبراعي أعلم هيا فتحي آطني يدك شكرا سامي يا للهول ليتني أستطيع جعل الأمور أفضل سأتصل بقسم الإطفاء لأحذرهم بشأن الخروفين ماذا؟ الآن أنباء جيدة السيد فتحي كان في ورطة وهو بأمان الآن شمشوم أحسن صنعا إنه بطل قال سامي شيئا عن خروفين هاربين سيدي الفواغ لقد انتهى قال فتحي يعالج بالقوف محسن وفاة لم يبقيا هنا لكننا سنبقى لن أتقدم خطوة حسنا لنرتح هنا قليلا ها؟ ظننت أنكم متقدمون علينا وكذلك نحن لأن هناك لافتات قادتنا إلى الاتجاه الخاطئ غريب وصلنا إلى هنا دون مشاكل آسفة سامي سنكون في المركز الأخير السباق لم ينتهي بعد يا ليلى ومن يعلم ماذا سيحدث؟ لا أستطيع المشي كما يجب علينا أن نعود ماذا؟ ونحسر أخبرتك يا فاتن أريد اسمي فوق تلك الكأسة ما الأمر؟ قدمي أنا أتألم لا أستطيع فك الحبل علينا أن نصرخ ليساعدونا أن نجده أن نجده أن نجده إنه صوت والدي محسن أن نجده الصوت قادم من هناك ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير في متجر صغير محسن هل أنت بخير؟ قصدت في قدمي وهي تؤلمني هل أضعت ما الطريق؟ هذا ليس صحيحا تماما حسنا إن لم تضيع محسن غانم كنت تغش كنت تغش صحيح؟ أجل أجل يا أمي لا أستطيع فك هذا وليس معنا أي هاتف يا ليلة يجب أن نعود جريا سيستغرق هذا أسبوع كثيرا ليس وأنا في هذا المزاج السيء هيا سامي ستجد الكثير في متجر الصغير ستجد الكثير في متجر الصغير ستجد الكثير كبية قش عش المفروض أن يزلوا أن نراهم هنا قريبا إنهما أيمن وفتح شديدهما وشرفا سارا وفارس ماذا؟ سامي وليلا؟ إنما كل أخطيان فهم متقاربون جدا سيتهي اسمعوا بالتعادل ما لم؟ لا 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 أصدق سامي وليلا ألد سباك السيخان الثلاث ينروا عطلق المجاعة يلاهم السباك الجميل أحسنتما أحسنتما اقبلا هذا الكأس مني يمكن للكأس أن تنتظر يا سيدي لدينا حالة طارئة في المستنقع ماذا؟ محسن لواء كاحلة سأجعل فهد يقابلكما هناك حسنا يا محسن ستذهب معنا في جولة قصيرة شكرا يا سيدي حادث في الباحر؟ إنه أوه شادي إنها عائلة شادي ثانية لقد جنحوا في قارب شادي انطلقي بسرعة أماني هيا لا أعتقد أنك بخير لتقومي بهذا العمل سأذهب بدلا عنها السيدي متأسف أماني أماني هي الخبيرة هنا هيا أخذ السيارة واذهبي اسمع سأعالج هذه الحالة الطارئة ثم سأعود إلى البيت حسنا إنه يوم حافل جدا لا جدوى يا شمشوم لا أستطيع البقاء بعيدا أكثر هيا أماني هيا أماني هيا يمكنك فعل هذا هيا أماني لا جدوى أنا أعرض الجميع للخطر أنا آسفها سيدي لا أقوى على تنفيذ عملية الإنقاذ يجب أن ترسل سامي حسنا أماني ابقي مكانك المساعدة قادمة أيمن أطلب من فهد أن يحضر المروحية إلى رصيف الميناء سأجعل سامي يقابله هناك سأفعل سيدي سامي أجل سيدي أنت سريع أنا مستعد لأداء الواجب ما الحالة الطارئة؟ لماذا توقف المركب؟ هناك مشكلة ما الأمر يا أماني؟ هل تأذيتي؟ لا أظن أني مصابة لحظنا لنخرجك من هنا لا 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 لقد علقت النجدة هيا إسحباني ساعداني أيا بالسرعة المشكلة في أذنيه إنهما أكبر من أذني أوه هذا سخيف نحتاج إلى المساعدة كان يوماً سيئاً من الصبح حتى الغروب قطعت المشت فقد طلقت ثم أصبت بالكسور ماذا؟ رأس رئيس قسم الإطفاء علق بين قطبان السياد؟ سامي وأماني لم يعودا وأنا الوحيد هنا لا أستطيع فعل شيء أو ربما أستطيع، هناك شخص في ورطة يجب أن أفعل شيئاً نينا، 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 نينا انظري انهو أيمن أيمن؟ مستعد لأداء الواجب أنا مستعد وقوي لا مشكلة سأخرجكما تامر أحضر لي جهاز الخالع إنه في مؤخرة السيارة على الفور النساء والأطفال أول أدى أوه ولدي الحبيب أنت بأمان أريد منك الآن أن تحررني من أمي أحسنت أيماً ولكن لنبقي الأمر سراً بيننا من فضلك حاضر يا رئيس قسم الإطفاء هل كل شيء بخير؟ نعم كل شيء بخير والفضل لأيمان إنه باطل يا سامي يله من رجل إطفاء الإطفاء أي أيماً دائماً مستعد وقوي يا سامي حتى بصاق مكسورة انتهت المشاكل أخيراً سأعود إلى العمل نعم وحان الوقت لأقوم بأعمالي البسيطة النجدة لقد علقت مخزن شخص آخر في ورطة النجدة أمي لا أستطيع تحريك قدمي أبداً أوه عجباً ماذا فعلت الآن؟ هذا الأسمنت سريع الجفاف يحتاج إلى دقائق ليجف لا تقرق يا محسن سوف أخرجك محسن غانم متى ستصبح مهذباً؟ آسف أمي أوه لا أطلب إلا السكينة والهدوء هذا صوت إنذار حريق وذاك دخان ناجم عن حريق أوه متجري سأتصل بفرقة الإطفاء توقفي ليلى يجب أن لا تدخلي مبنى يحترق أبداً سأذهب إلى البيت وسوف أتصل بهم من هناك هذا سيستغرق وقتاً سأذهب وأحضر المساعدة بسرعة سامي مرحباً أيها الإطفاء سامي كنت فقط آسف يا فارس حالة طارئة سأعيد هناك رائع أنا لا أفهم ظلنت أننا لن نتوقف عن العمل اليوم هذه ليست طريقة اللائقة يوضي بها رجل الإطفاء عطلة لا وقت للشرح يا سيدي هناك حريق في متجر ليلى حريق؟ وأخيراً بدأ العمل اتظروا مهلاً لم يقرع الجرس آه سأجرب ركوب دوح التسلج أوه حمداً لله أنك عدت سامي مذهل انظروا إلى كل ذلك الدخان رائحة ولعترك رائحة المروج أيمن تقطع الكهرباء عن المتجر حسناً سامي من المؤسف أن رائحة الحرائق ليست منعشة كهذا الحريق مرحباً يا فهد حسناً تظاهر بأنك تطفئ حريقاً كبيراً أعني حريقاً كبيراً جداً حسناً هكذاً هل يمكن أن تظهر الحماسة أكثر؟ أخرجوا حريق هيا خرجوا هذه هي ما رأيك باستخدام فأس الحريق؟ سأنزرق على العمود إذا شئت أوه فكرة ممتازة ورائعة لا بأس ستعود إلى مكانك الأساسي حان الوقت يا فاتن فهد، طلق الحبل الآن ودعنا أيها الحب الصغير شكراً يا فهد أفضل أنه سيكون بخير؟ سيكون بخير قد أصبح في مكانه الصحيح شكراً إلى اللقاء، شكراً لا مشكلة يا فاتن حسناً يا فاتن، لنعد إلى منزلي لنرى من استاد مخلوقات أكثر من البرك الصخرية، وكأننا لا نعرف سلفاً لا تستطيع الكلام يا فاتن أم أم أدرك بذلك، هيا ذهبي أدري إلى منزليك أم حسناً أماني، عليك الصراخ بصوت أعلى بقليل النجدة، النجدة، ليساعدني أحد كل ما علي فعله هو الضغط على هذا الزر هيا يا فاتن، افعليها لا لا تستطيعين فعلها، أنت خائفة النجدة ليس لأنني لا أستطيع أن أطلقها، محسن، بل لأنني لا أريد يعني أنني لا أبالي، إن كنت تظنني ضعيفة النجدة أوه، اسمك، هناك من يسرخ النجدة، لقد علق السنف قادم من الجر، هيا بنا النجدة، النجدة إتهى آماني حمناً لله أنكم هنا، لقد علق على أحدنا أن يطلب المساعدة انتظري لحظة، ماذا تحملين بيدك؟ آه، عصى استغاثة ماذا؟ يجب أن لا تلعب بها لقد وجدناها، وكنت سأعطيها للإطفاء سامي أحسنت، ولكني بحاجة إليها الآن ذات، أيمكنك رميها إلي؟ أنا؟ حسناً رمية رائعة يا فاتن واو واو عجباً، ما هذا؟ أين ذهبت العصى؟ الاستغاثة؟ لقد انطلقت من الجرف، سأتصل بالإطفاء سامي أه، نور استغاثة انطلق من الجرف؟ أه، نور استغاثة انطلق من الجرف؟ أه، الحمد لله، جاء فاتن جاء الإطفاء سامي جاء الإطفاء سامي ماذا؟ انظر هناك نعم، أفضل من البقاء عالقين خلف شريط على بعد أميال من الإثارة أه، ماذا؟ إنها حالة طارية، حريق مشتعل في كل مكان، لكن أتخافوا، ها قد جاء كل من سامي وأماني وأيمن إلى الإنقاذ هذا مذهل ومثير تحرك يا فارس لمقترب أكثر أسفد لا أستطيع التحرك سيحتاجون إلى مساعدة جوية أعنع فهد في مروحيته أمسكت بك يا فارس النجدة 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 أنظر سيدي حالة طارئة صبياني عليقاني على السق يبدو أنهما في ورطة أيمن يجب أن نستخدم سلم جوبيتر إنه ولدي محص وولدي فارس حسناً سنعيدكما إلى حيث يجب أن تكون سيدتي وسادتي وهو محصن غانم ينزل من مروحيتنا مكللاً بالخزي أوه ماذا كنت تفعل هناك؟ تكلم يا فارس آسف كانت فكرتي فقد ظننت أننا سنرى عملية الإنقاذ رؤية أفضل من هناك أنت من أصبح موضوع عملية الإنقاذ الآن فهمت السبب الذي يجعلنا نضع السلامة أولاً هو أن قسم الإطفاء مكان خطر للصبية أحسنت يا سيدي يومك المفتوح حقق النجاح الكبير نعم لقد شوها شمشون فردة الحذاء حقاً أتسأل لمن هي؟ آه إنها فردة حذائك سيدي حذائي استقدمتم حذائي لكن كيف؟ سيد أيمن حسناً سامي لا عليك دليل سأحرص على أن تكوني بأمان امتعدي أمسكت بك أحسنت أيمن يوجد رسالة يا لنهاول فارس ومحسن عالقان في أعلى شجرة سنجعل فهد ينزلك بسرعة نهايماً أماني تولئ إدارة قسم الإطفاء أود أن أعيد طائرة فارس إليه شخصياً لا أستطيع التمسك أكثر من هذا يجب أن تفعل ذلك أنظر رائع تمسك يا محسن هل سننقذهما كما أنقذنا دلي سامي؟ ليس هذه المرة يا أيمن يجب أن ننقذ محسن بسرعة ثم فارس أنت أحضر الترامبولين وأنا سأحضر السلم لا مشكلة سامي بسرعة لا أستطيع التمسك مدة أطول من هذا أفلت الغصن يا محسن سنمسك بك رائع هذا ممتع ابقى هادئاً يا فارس سأنزلك بأقصى سرعة شكراً سامي أعتقد أن هذه لك صحيح؟ نعم بما أنك استخدمتها بشكل جيد هذه المرة فلن أقول شيئاً بشأنها شكراً لك يا رئيس قسم الإدفاع شجاعة منك أن تجعلها تطير حتى مدينة الأحلام رغم أنك تعلم أن هذا قد يوقعك في المشاكل وكنت طياراً بارعاً تكاد تكون ببراعتي عندما أخفت رئيس قسم الإدفاع السليم كان علي أن أعلم كنت أعلم فارس كيف يجعلها تطير فقط لا غير صحيح حسناً بقي أمر واحد أعطني جهاز التحكم عن بعد شكراً يا محسن سيصادر طائرتي بسببك أرأيك؟ لا يا فارس حان الوقت لأريكما كيف تجعلني هذه الطائرة تطير حقاً وبسرعة نعم بدأت أتذكر الطريقة هيا طيري طيري يا طائرتي طيري من فهد الى الإطفائي سامي، هلتسمعني؟ أسمعك بوضوح يا فهد حددت موقع الحافلة إنها عند المعبر يبدو أن تامر انحرف عن الطريق وعلق المكان موحل جداً هناك شكراً يا فهد نحن في طريقنا آمل أن يكون الجميع في الحافلة يمكن للمرء أن يضيع بسهولة نعم لا يمكن أن أجول هناك أبداً في النهار فكيف في الليل؟ أسمع صوتاً من روحية فهد هنا أنا هنا أرجوك لا يعلم بأنني تهد محسن هل تحاول وخافتي؟ وطلت تامر لستطيع العربة إلى تامر أنا جاءت هل الجميع بخير؟ أوه سامر الآن فقط أشعر بالإثمينات حسناً سوف نعيدكم إلى الطريق أين تامر؟ يطلب المساعدة يا لشجاعته ترك الحافلة؟ سأقوم بالاتصال به لا توجد تغطية قد يكون في أي مكان أيمن أربط حبل القطر بالحافلة وسأتصل بفهد حاضر سامي فهد أنا سامي السيد تامر في مكان ما سنحتاج إلى مساعدتك في إيجاده لا تقلق سامي أحتاج إلى شخص آخر معي لا تقلق اعتمد علي أسناً سامي جاهزون للأسف ليس لدينا شائف لدي كلب كلب كبير أترى ماذا؟ شواء تامر أشعل ناراً في شجرة في الغابة؟ حريق في منطقة التنزه أرجو أن تكونوا جميعاً قد اتبعتم لدرسي هذا الصباح حسناً يا عيمن يبدو أنك ستأمن السجنق في وقت أبكر مما ظننت أمن أن يكون قد تبقى منه شاك سنحتاج إلى خرطومينا لإطفاء هذا الحريق حسناً سامي والآن يا عيمن افتح الماء سامي انظر هناك واحدة من قوارير الغاز قد تنتجل في أي لحظة أحسنت لأنك رأيتها هيا أبطل جميع بعيداً بينما نسيطر على الحريق يا عيمن حاضر سامي هيا تراجحوا جميعاً من هنا أماني استمري في رش الماء على عبوة الغاز لتكتيها باردة بينما أطفل ما تبقى من الحريق لا تقلق سامي استماري انتهيت انطفأ الحريق هل نستطيع أن نذهب لنرى إن كان قد تبقى أي سجق أو قريدس أيها الإطفاء أي سامي آسف يا محسن فعبوات الغاز يمكن أن تظل حامية لمدة طويلة ولن يكون الاقتراب من هناك آمناً علي فقط أن أخذ ما تبقى من سجقي سأخذ ما تبقى من القريدس لكني أشعر بالجوع الشديد حتى أنني لم أشم رائحة ذلك السجق أو القريدس ربما تقيم الشواء بعيداً عن الأشجار في المرة القادمة وربما تقلل من كمية الفحم تلك أنت محق يا سامي إنها غلطتي أيضاً يا تامر فقد كنت أتباهى قليلاً الآن لا أحد يستطيع تناول سجقي ولا حتى القريدس مهلاً برميل الزيت جعلني أفكر في شيء ما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر